مرحبا بكم في قناة الخضراء حيث نقدم لكم كل ما هو مفيد وصحي من الأعشاب والنباتات الطبيعية اليوم سنتحدث عن نبتة فريدة تعرف بفوائدها العظيمة للصحة والراحة النفسية نبات عشبي يستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي يعود أصله إلى أوروبا وآسيا لكنه أصبح مشهورا في جميع أنحاء العالم بفضل خصائصه العلاجية الفعالة الجذور هي الجزء المستخدم طبيا حيث تحتوي على مواد نشطة تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم استخدم قديما لعلاج الأرق والتوتر وكان يعتبر أحد الأعشاب المفضلة لدى الرومان والإغريق لا يزال يستخدم كمكمل طبيعي شائع لعلاج مشاكل النوم والقلق وهو معروف بقدرته على تحقيق الاسترخاء قبل أن نغوص في التفاصيل دعونا نتحدث بشكل عام عن فوائده يستخدم بشكل رئيسي لتحسين نوعية النوم تخفيف القلق والتوتر والمساعدة في السيطرة على نوبات الهلع كما يعتقد أن له خصائص مضادة للتشنجات والآلام مما يجعله مفيدا في حالات المغص والتقلصات والمزيد في نهاية الفيديو سنقدم لك كيفية الاستخدام الصحيحة والجرعة الموصبها للشاي ومكملات والصبغة نبات نهار اليوم الناردين وتعرف أيضا باسم حشيشة الهر أو فاليريان الناردين فوائد صحية مؤكدة ومذهلة أولها تحسين النوم الناردين يعتبر واحدا من أشهر الأعشاب المستخدمة لتحسين جودة النوم يحتوي على مركبات نشطة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي مما يساعد على الاسترخاء ويعزز النوم الطبيعي تعمل هذه المركبات على زيادة مستويات حمض الغامة أمينوبيوتريك في الدماغ وهو ناقل عصبي يساعد على تقليل نشاط الدماغ وتهدئة الأعصاب ثانيا علاج الأرق إذا كنت تعاني من الأرق أو تجد صعوبة في النوم ليلا قد يكون الناردين هو الحل الطبيعي الأمثل لك أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات الناردين يعانون من تقليل الوقت الذي يستغرقونه في النوم ويحظون بنوعية نوم أفضل ينصح بتناول الناردين قبل النوم بمدة تتراوح بين ثلاثين دقيقة إلى ساعة لتحفيز الاسترخاء ثالثا تخفيف القلق والتوتر إلى جانب فوائده في تحسين النوم يلعب الناردين دورا مهما في تخفيف القلق والتوتر أظهرت بعض الدراسات أن استخدام الناردين قد يخفف من أعراض القلق والضغوط النفسية خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من توتر مفرط ويمكنك استخدامه في شكل شاي عشبي أو مكمل غذائي لتخفيف تلك الأعراض بشكل طبيعي رابعا التحكم في نوبات الهلع قد يساعد الناردين أيضا في السيطرة على نوبات الهلع التي تؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب والشعور بالخوف بفضل خصائصه المهدئة يعتقد أن الناردين يعمل على تحقيق توازن في الأعصاب مما يساعد على منع حدوث نوبات مفاجئة فوائد الإضافية للناردين وتأثيره على الجسم خامسا تخفيف آلام الدورة الشهرية أحد الفوائد المهمة لنبتة الناردين هو قدرتها على تخفيف آلام الدورة الشهرية حيث أظهرت الدراسات أن الناردين يحتوي على مركبات تساعد على استرخاء العضلات المتشنجة في منطقة الرحم وبالتالي تقليل الآلام المصاحبة للتقلصات لذلك إذا كنت تعانين من آلام الدورة الشهرية الحادة يمكن أن يكون شاي الناردين أو المكملات الطبيعية خيارا فعلا سادسة تحسين صحة الجهاز الهضمي بالإضافة إلى تأثيره المهدئ للأعصاب يمتلك الناردين خصائص تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي فهو يقلل من توتر العضلات في الجهاز الهضمي ويخفف من التقلصات مما يجعله مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل المغص أو الغولون العصبي سابعا تخفيف الصداع والتوتر العصبي إذا كنت تعاني من الصداع الناتج عن التوتر فإن الناردين قد يكون الحل الطبيعي لتخفيف الألم قدرته على تهديئة الجهاز العصبي وتخفيف التشنجات العضلية تجعله فعالا في تقليل الصداع الناتج عن القلق أو الإجهاد العصبي ثامنا مضادة للالتهابات من الخصائص الإضافية للناردين هو تأثيره المضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل الالتهابات في الجسم التي قد تؤدي إلى مشاكل صحية أخرى هذا التأثير يعزز الصحة العامة ويحمي من الأمراض المرتبطة بالالتهابات المزمنة كيفية استخدام الناردين والآثار الجانبية المحتملة كيفية استخدام الناردين الناردين يمكن استخدامه بعدة طرق تعتمد على احتياجاتك الصحية أكثر الطرق شيوعا هي أولا شاي الناردين يمكن تحضيره عن طريق غلي جذور الناردين المجففة في الماء لمدة عشرة دقائق يشرب هذا الشاي قبل النوم للمساعدة على الاسترخاء والنوم ثانيا مكملات الناردين تتوفر المكملات الغذائية على شكل كابسولات أو أقراص تحتوي على مستخلص الناردين المركز وهي مريحة للأشخاص الذين لا يحبون شرب الشاي ثالثا صبغة الناردين وهي مستخلص سائل يتم تناوله بجرعات صغيرة ويستخدم كمهدئ للأعصاب وتهدئة التوتر الجرعة الموصبها فيما يتعلق بالجرعة يفضل دائما استشارة أخصائي الرعاية الصحية ولكن بشكل عام الجرعة المعتادة لمكملات الناردين تتراوح بين 300 إلى 600 ميلي جرام قبل النوم وإذا كنت تستخدم الصبغة فعادة ما تكون الجرعة 20 إلى 30 نقطة في كوب ماء الأثار الجانبية المحتملة على الرغم من فوائد الناردين العديدة إلا أن هناك بعض الآثار الجانبية التي يجب أخذها بعين الاعتبار مثل أولا الدوار أو الصداع قد يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالدوار أو الصداع بعد تناول الناردين ثانيا اضطراب في الجهاز الهضمي في بعض الحالات قد يسبب الناردين اضطرابات بسيطة في المعيدة أو الأمعاء ثالثا تأثير مهدئ مفرط نظرا لقدرته المهدئة يجب الحذر من استخدام الناردين مع الأدوية المهدئة أو الكحول حيث يمكن أن يزيد من تأثير النعاس من المهم التوقف عن استخدام الناردين في حال ظهور أي من هذه الأعراض أو في حال عدم تحسن الحالة في النهاية الناردين هو خيار طبيعي رائع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في النوم أو القلق أو الألم بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو نأمل أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات حول فوائد الناردين إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بالإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع وإذا كنتم جدد على قناتنا الخضراء لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى تصلكم كل فيديوهاتنا القادمة حول فوائد الأعشاب والنباتات الطبيعية شكرا لكم على المتابعة ونراكم في الفيديو القادم